موسيقى موجزة الأخبار من قناة يمن شباب أهلا بكم أفادت وكالة ريترز نقلا عن مصدر طبي وآخر أمني بانتشار جثمين الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حصى النصر الله من موقع الغرة الإسرائيلية على الضحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت وبحسب المصدر فإن جثة نصر الله لم تكن بها جروحا مباشرة ويبدو أن سبب الوفاة صدمة حادة من قوة الانفجار جراء الغارة التي استهدفته يوم الجمعة توعدت طهران برد على عملية مقتل نائب كائد عمليات الحرس الثوري عباس نيلفو روشان إلى جانب الأمين العام لحزب الله حصى النصر الله تهديد طهران جاء في تصريحين لكل من محمد جواب ضريف نائب الرئيس الإيراني للشؤوني الاستراتيجية وزير الخارجي الإيراني عباس عرقجي وقال عرقجي إيران ستستخدم كل قدراتها السياسية والدبلوماسية والقانونية والدولية لملاحقة المجرمين وداعمهم بما أكد ضريفا رد الفعل السياسي في الوقت المناسب أدان المركز الأمريكي للعضلة بشدة حالة القمع التي تمارسه ميليشيا الحوث الإنقلابية ضد المحتفلين بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وقالت أن تلك الممارسات جريمة تستوجب المسائلة وأشار المركز في باني له اليوم الأحد لأن تلك الممارسات محاولة من الميليشيا لترسيخ سياسة الإرهاب وتعكس في الوقت نفسه تدهور مستوى الحريات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي أعلن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عن توسيع عمليات مكافحة الأرغام في اليمن وذلك بالتعاون مع مكتب منسق الأمم المتحدة المقيمة في اليمن وبدعم من الاتحاد الأوروبي وفد المكتب في بان الأحد بشروعه في إعادة صياغة استراتيجية لعملية مكافحة الأرغام وقال إن الجهود المشتركة ستساعد في توسيع إنشطة مكافحة الأرغام في جميع أنحاء اليمن شدد رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك على استكمال إجراء التدوير الوظيفي في المنافذ وبشكل عجل وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن وطالب في زيارة له لمنفذ العبر الحدودي مع السعودية طالب إدارة المنفذ باتخاذ إجراءات مستدامة لمنع ازدحامه وتكدس المسافرين في هذا المعبر الحيوي كما موجه بمراجعة رسوم التليفتيك للمركبات الداخلية إلى البلاد برا بعد شكاوى بارتفاعها بنسبة كبيرة ناعتر موجز إلى اللقاء